قالوا انتو بتكرموا الصوفية يعني يا اخواننا بينقموا على الحزبيين انهم بكرموا الصوفية قال انا يا اخواننا لو جيت الديت الصوفية كرمتهم في حاجة هل معناها انا قلت انا قلت ليه دعاء غير الله جائز اذا في فرق بين الثناء على الشخص وتكريمه والثناء على بدعته ادلل ليه قال انا انتظرت طبعا اجيب الدليل للليلة ما اجيب الدليل قال الالباني في سلسلة الهدى والنور اثنى على ابن حجر هل نقول الشيخ الالباني يقول بكل اقوال ابن حجر لمجرد انه اثنى عليه طيب اول حاجة هو اعترف بانه كرم الصوفية دي اول حاجة اعترف بها لانه قال لو اديت الصوفية كرمتهم في حاجة هل معناها قلت انه الدعاء غير الله جاهز جاهز طيب نشوف حكم الثناء على اهل البدع والضلال عندنا مجموع فتاة ابن تيمية المجلد الثاني الصفحة 132 لما اتكلم عن طائفة الاتحادية والاتحادية دي لا يهم الصوفية ذاته ولو طبعا في انصار سنة غالط انه ما يهم الصوفية حنقوم نجيب ليك كتاب الفيوضات الربانية ونجيب ليك كلام يعني الختمية في كتاب النور البراق وغير من الكتب طيب قال ابن تيمية قال ويجب عقوبة كل من انتسب اليه او ذب عنهم دي قيد دافع عنهم او اثنى عليهم زي ما بيثن شيوخك على الصوفية وعلى جميع اهل البدع وزي ما اثنى شيخك نائب رئيس الجماعة بالسودان محمد اللمين اسماعيل على صيد قطب وعلى عبدالحي يوسف وعلى غيره عرفتها ابن تيمية قال لك ويجب عقوبة كل من انتسب اليهم وانا طبعا ماذا يعني امرك معاك لكلام بتاع هتر واقول لك ارخي جسمك وجيب الصوت واجلدك وكده طيب لانه ابن تيمية قال تجيب عقوبتك ما اقول تانا قال او اثنى عليهم او عظم كتبهم زي حمد اللمين عظم كتاب الضلال او عرف بمساعدتهم ومعاونتهم هرائك شنو في كلام من تيمية قال الزول العرفو انه بساعدهم او يعاونهم يعاقبوا مفروض انت تنجري عرفتها وترخي جسمك طيب قال او كره الكلام فيهم او اخذ يعتذر لهم بان هذا الكلام لا يدرى ما هو او من قال انه صنف هذا الكتاب وامثال هذه المعاذير التي لا يقولها الا جاهل او منافع بل تجيب والله اذا كلام كلام نجيض عجيب من ائمة السلف الذين ينتسب اليهم هؤلاء الحزبيون كذبا وزورا وتجميلا لصورتهم المشوه قال بل تجيب عقوبة كل من عرف حاله ولم يعاون على القيام عليهم زول عرف حاله وما عاون على القيام عليهم عرفت حالة المبتدعة سيد قطب بسب الصحابة وسب الأنبياء وينكر العرش وينكر الاستواء ويقول بعقيدة الجبر وعقيدة الحلول والاتحاد وحدة الوجود وغير من الطوام وأي وحدة فين براها بدعة كافية لأنه تضلل سيد قطب بل بعضها من الأمور الكفرية لكن احنا ما بنقول بي كفره خلاص لكن الشاهد من الكلام انت عرفت حاله مش ما رديت عليه ما ساعدت الزول اللي بيرد عليه قال بل تجيب عقوبة كل من عرف حاله ولم يعاون على القيام عليهم يعني بدل انت تمشي تعاون ديلك فرد تعاون الناس القاعدين يردوا عليهم لأنك انت ما بتقدر لأنه مرمطوك في المناظرة بين الهواري وبين الازيري مرمطوك وطلع عليك العلمة والأئمة ها الذين هم أئمة الدعوة انهم بيطعنوا في بعض الصحابة ودوا الكتاب قال ليرد قال أعرفه أو قرأته أو أعلمه أو كلمة نحوه فانت ما بتقدر يا أخ تطعن في ديلي وليه تخليننا لما نجي نرد عليك نحنا الآن أخواننا بفضل الله والسلفين بيردوا على الجمهورين وعلى العلمانين الذين طالت كلمتهم مسامع الناس وأفسدوا في البلاد والعباد وانت قبل قدت موضوع التعاون لدفع المبتدع الأبعد والأكثر شرا طيب نحن شغالين في الأكثر شرا انت ما لك واقف في النص ليه يعني حاسد ولا الحاصل عليك شنو طيب قال فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله وكلام طويل وماتع وكثير من كلام أهل العلم في عقوبة من أثنى عليهم وسئل الشيخ ابن باز في شرحه لكتاب أو لرسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فضل الإسلام عن من يثني على أهل البدع هل يعتبر منهم؟ قال نعم لا شك أنه هو داعي لهم نصى الله العافي شكرا الشيخ محمد بن هادي المدخل حفظه الله ذكر كلام الشيخ ابن باز لما سئل عن حكم الثنى على أهل البدع مع كلام ابن تيمية وعقب عليه وقال وهو يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في البخاري وغيره قال إن الجنود لأجناد مجندة قول الرسول كلام ليس يختلف فما تعارف منها فهو مؤتلف وما تناكر منها فهو مختلف قال ما تقولون في قول القائل وهو عبد الرحمن بن ملجم يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوان إني لأذكره دوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزان الزول دا قال مدح الزول الكتل علي بن أبي طالب هل قال دا نقول أنه مع بي بكر وعمر كلا والله طيب فنحن بنسألك السداء أثنى على الزول الكتل علي بن أبي طالب رأيك شنو يا مبتدع يا حزبي رأيك شنو هل هو يلحق بهم ولا ما يلحق بهم طيب وأيضا كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله وغيره من العلماء طيب قال أنا أدلل لك وجاب يعني كلام ثناء أو إنه ثناء للعلام الألباني أو على ابن حجر مع إنه قبل كان بيقول أنا نحن قال نحن ما قاعد نتحذب وما منعتبر كلام العالم دليل وربنا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يعني إلى القرآن وإلى السنة ده نمرة واحد نمرة اتنين لمانا الألباني أثنع على ابن حجر السؤال هل ابن حجر مبتدع هل ابن حجر مبتدع فكون الشيخ الألباني يثنع على ابن حجر المشكلة وين يعني ها فابن حجر رحمه الله غير مبتدع عند علمائنا طيب